لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أعزائي المتابعين للقناة الفضائية الإسلامية الأحمدية طبتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم اليوم في حلقة من حلقات أسوة النبي صلى الله عليه وسلم في العدل وفي حلقة اليوم نستكمل الحديث عن عدل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلاقة المسلمين مع اليهود والنصارى و أرسى صلى الله عليه و سلم بخلوقه العالي و أسوته الحسنة قواعد العدل في التعامل معهم فأسس لمجتمع يسوده العدل و السلم و حسن الجوار مع الآخرين قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنفا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ففي هذه الآية يوجه الله سبحانه و تعالى المسلمين إلى أن يوطضوا علاقات طيبة مع غير المسلمين من يهود و نصارى و مشركين و أن تكون هذه العلاقة قائمة على التحاب بين الناس مهما كان دينهم و عرقهم و أن يكون تعاملهم بين بعضهم البعض قائم على الاحترام و التقدير المتبادل و أن لا يظلم الناس بعضهم بعضا و أن يكون العدل و التقوى أساس في هذه العلاقة فاستطاع نبينا صلى الله عليه و سلم بأسوته الحسنة أن ينشر الأمن في المدينة المنورة و خارجها بين جميع أطياف المسلمين و اليهود و النصارى و المشركين محققا بذلك مبدأ العدل و المساواة و من صور عدله صلى الله عليه و سلم حادثة حدثت بين يهودي و شخص كان يدعي الإسلام حيث ذكر في رواية أن رجلا من المسلمين قيل إن اسمه طعم بن أبيرق و قيل بشير بن أبيرق سرق درعا من جان له مسلم اسمه قتاد بن النعمان الدرع هذا هو قميص يلبسه الجندي ليقي من الحرب هذه الدرع كانت موجودة في جراب فيه دقيق الجراب هو وعاء من الجلد كانوا يستخدمونه ليحفظوا فيه الزاد و كان في هذا الجراب طحين و كان الدرع داخله أخذها طعم أخذ الجراب سرا و حمله على ظهره و لكن لم يكن يعرف أن الجراب فيه ثقب بسيط يتسرب منه الدقيق مشى طعمه و كان أثر الدقيق و رأه في الطريق حتى وصل إلى بيت يهودي قيل أن اسمه زيد بن السمين و طلب منه قال له هل يمكن أن تضع لضع لي هذا الجراب عندك فوافق و و قال سأتي في اليوم التالي و أخذه و و أفق اليهودي على ذلك و ضع عنده حين علم صاحب الدرع بفقدانها بدأ يبحث عنها لم يجدها فعرف أنها سرقت بدأ يبحث هو و الآخرين تتابعوا أثر الدقيق فواجدوا أنها تدخل في دار هذا اليهودي فاتشوا عنده فوجدوا الجراب وجدوا الدرع فيها فقالوا له أنت سرقت الدرع أنكر اليهودي ذلك و قال و وضع عندي طعمة ليسانة و وضع أمانة لليوم التالي سألوا طعمة عن ذلك هل أنت وضعت هذا الجراب عنده قال لا ليسانة لم أخذ و أنكر ذلك فذهب قوم طعمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكرون أن طعمة فعل ذلك و يستنصرون له يقولون له أنصر المسلم و حاسب اليهودي هذا مسلم من عندنا أعزائي كانت القرائن الظاهرية تدل على أن اليهودي هو الذي سرق و كان هذا سيؤدي إلى أن يعاقب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليهودي و يبرئ هذا الشخص الذي يدعي الإسلام فنزل وحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك مبينا أن اليهودي هو البريء و المجرم هو ذاك الشخص الذي يدعي الإسلام مع أن الأمر كان محرجا بحيث أن من سرق هو ممن يدعي الإسلام و من كانت ضده القرائن هو يهودي لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عادلا لم يكتم و لم يخفي الوحي بل أعلن أن اليهودي بريء و أن السارق مسلم كان يمكنه أن يخفي ذلك الوحي الذي يبرئ اليهودي و يدين المسلم لكنه لم يفعل أعزائي هذا بعض من صور عدله صلى الله عليه وسلم الكثيرة مع أهل الكتاب لم يكن يقبل أن يظلموا في حياته كان ينتصر لهم إن كانوا على حق و لو كان خصمهم مسلمة سأذكر حادثة حدثت بعد بعتة النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات قليلة كان خلالها صلى الله عليه وسلم ما زال في مكة هذه الحادثة تبين كيف عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف عدل مع النصارى تبين كان كيف عليه الصلاة و السلام يعترف بالصفات الحسنة و بكريم أخلاق من يستحق من النصارى ورد في كتب السيرة أنه لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء و أنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من هذا البلاء تعرفون كانت قريش تمارس عليهم أشد الضغوط كانت ضضغة عليهم كانت تظلمهم كانت تقتلهم كانت تمنع عنهم الطعام تمنع عنهم الشراب فلم يستطع أن يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا قالنا؟ قال لهم لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه إذن أعزائي انظروا قد امتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الملك الملك النجاشي الحبشي الذي كان نصرانيا في ذلك الوقت و أخبر صحابته بأنه ملك عادل و أن أرضه أرض صدق و إنكم لم تظلموا عنده لم يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اذهبوا إلى تلك البلد وفقت و اكتفى بذلك لا و لكن أخبرهم عن حسن صفات ملكها النصراني و امتدحه و لم يمنع عن فعل ذلك كون النجاشي من دين آخر أو أنه من النصارى هذا من عدله صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يبخس الناس قصالهم الحسنة الآن عزائي سأذكر قصة حدثت بعد الهجرة إلى المدينة بعد أن عقد النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية مع قريش بدأ بعقد معاهدات مع غير المسلمين خارج حدود دولة المدينة و من ذلك أنه عقد اتفاقية سلمية مع نصارى نجران في العام العاشر من الهجرة فكيف حدثت هذه الاتفاقية و ما قصتها بعد صلح الحديبية أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أسقف نجران وأهلها يدعوهم إلى الإسلام تشاور الأسقف بينه وبين من معه ماذا يفعلوا فقرروا أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وفدا كبيرا وبالفعل أرسلوا وفدا كبيرا قيل إن عددهم ستون نفرا بعد أن وصلوا إلى المدينة دخلوا وجلسوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود حان وقت صلاتهم فقاموا في المسجد ليصلوا التوجه إلى المشرق لأن قبلتهم كانت المشرق عندما رأاهم بعض المسلمين يفعلون ذلك فأرادوا منعهم وهم على غير دين الإسلام وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلتهم ليست قبلة المسلمين الآن أعزائي ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل وافق هؤلاء من المسلمين الذين حاولوا منعهم من الصلاة كلا كلا بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمح لنصارى أن يصلوا صلاتهم في مسجده ولم يمنعهم وقال للناس دعوهم يصلوا هذا من عدله صلى الله عليه وسلم حيث لم يمنعهم من إقامة شعائرهم الدينية حتى في مسجده سمح لهم في ذلك المسجد كان عددهم كبيرا وكانوا فيه خلال المحادثات مع الرنبي صلى الله عليه وسلم هذه أخلاق الإسلام هذا عدل الإسلام كان نصارى نجران يتحاورون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال هذه الزيارة وكان من أسئلتهم عن النبي عيسى عليه وسلم وعن أمور أخرى وكان نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم يجيب على كل أسئلتهم يوضح لهم الصواب ويبين لهم الخطأ لكنهم لم يقتنعوا فاستثير أحد منهم وطلب المباهلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قبل ووفق رسول الله خافوا خافوا من نتائج المباهلة فانسحبوا منها بعد ذلك طلبوا الصلح مع نبي صلى الله عليه وسلم فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرغمهم أن يتركوا دينهم ويتبعوا الإسلام بل دعاهم إذن واكتفى بالردود على أسئلتهم ودعوتهم إلى الدين للحق تاركا لهم الحرية في الاختيار أعزائي هذه هي أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم تعامل بلطف وحكمة تعامل بعدل فلا يجبر النصارى على ترك دينهم غصبا هذه صور من صور عدله صلى الله عليه وسلم مع النصارى حيث كفل لهم الحرية الدينية في ظل الإسلام المهم بعد أن اتفق نصارى نجران مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يؤدوا ما عليهم من واجبات وحقوق وبعد أن ذكر لهم نبينا صلى الله عليه وسلم ما على المسلمين من واجبات وحقوق تجاههم طلب النصارى من نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكتب لهم عهدا فأملى صلى الله عليه وسلم العهد سأذكر الجزء من هذا العهد المتعلق بموضوع حلقتنا مما كتب فيه ولنجران وحاشيتهم جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن كان هذا العهد أعزائي موجها لنجران وحاشيتهم هكذا شمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العهد نجران وخاصتهم وعمتهم شملهم جميعا ما معنى جوار الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عهد أمان فجوار الله سبحانه وتعالى هو تعبير يقصد به السلام من كل آفة وعناية عندما نقول في جوار الله يعني أنت ستنال كرامة بكل خير الذي يكون في جوار الله له وقايا من الله سبحانه وتعالى ويسلمه الله سبحانه وتعالى من كل خوف ما معنى ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذمة تعني العهد أي لآهل نجران عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحفظ لهم ما يذكر في كتاب العهد وهذا ما عرف بعقد الذمة أي عهد يعطى للمواطنين غير المسلمين في دولة الإسلام بالحفاظ على أرواحهم وأموالهم وعدم المساس في دينهم وأهل الذمة هو مصطلح يقصب به كل من النصارى واليهود كل أهل الكتاب وأصحاب ديانات الأخرى الذين يعيشون تحت الحكم الإسلامي أو في بلاد يكون الغالبية فيها من المسلمين فلا يجوز للمسلم أو غيره الاعتداء أو الإساءة لأحد من أهل الذمة تحت عذر أنه غير مسلم أو هو من دين آخر أو أنه لا يؤمن بالقرآن أو أنه لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم إذن لنجران وحاشيتهم جوار الله وذمة محمد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وملتهم أي على دينهم وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم أي من حضر منهم هذا العد ومن لم يحضر وبيعهم أي أماكن عبادتهم لا يغير أسقف عن سقيفاء ولا راهب عن رهبانيته ولا واقف عن وقفانيته ولا وافهم عن وفهيته ولا قسيس عن قسيسيته القسيس والأسقف والراهب والوافقف والوافه هذه مراتب دينية موجودة عند النصارى فالأسقف رتبة فوق قسيس والراهب متعبد عندهم والواقف هو الذي يقف نفسه لخدمة البيعة بيت العبادة والوافه هو القيم على البيت المعد للعبادة أيضا إذن كان في كتاب العهد أن المسلمين لا يتدخلون في الشؤون الداخلية لدى النصارى فلا يغيرون من المناصب الدينية لدى رجال الدين عندهم ويتركون لهم الحرية في ذلك كذلك أعزائي نصة المعاهدة معهم أن لهم ما تحت أيديهم سواء قليل أو كثير من بيعهم أماكن عبادتهم وصلواتهم ورهبانيتهم أي أن المسلمين لن يسيطروا على دور وأماكن عبادة النصارى ولن يضموها إلى أماكن عبادة المسلمين قهرا أو ظلما مهما كان عدد هذه الدور سواء كان قليل أو كثير انظروا أعزائي لهذه المسألة المهمة والدقيقة التي تبين عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أهم الأماكن لدى أهل أي دين دور العبادة وقد ضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم للنصارى هذه الأماكن التي تحتبر مقدسة لهم ووعد أن المسلمين لن يستولوا عليها ولن يمسوها لا في عدد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من بعده هذا هو العدل بأبهى صوره في وقت لم يكن من دستير دولية تحمي أماكن العبادة وتجنبها تبعات الحروب والصراعات هكذا رسم رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين ولقادتهم من بعده طريقا يحمي من خلاله دور عبادة أهل الكتاب يحمي لهم أموالهم يحمي لهم ممتلكاتهم وأعراضهم ويضمن لهم حرية الدينية الحرية الدينية فما أعظمه من تعاليم ما أعظمه من تعاليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسس لمجتمع عادل هكذا أعزائي رأينا كيف هي أخلاق العدل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أعزائي المشاهدين إخوتي وأخواتي أستودعكم وعلى أمل اللقاء بكم في لقاء أخر نستكمل عن الأسوى العطر لنبينا صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا